السلامة البنات محبا بكم معي اليوم فيديو جديد ونهار جديد هذا النهار يكون يبارى على كاران بمعروب الجهة الشرقية كما نقول له يكون بالحمص ومطحون دقيق الحمص هناك كاسة زيت 450 جرام دقيق الحمص الماء دافئ شوية وشوية الملح وثلاثة البيضات ثلاثة البيضات ثلاثة البيضات فهي تكون واحد الصلاة دي ولا شي هي تكون كبيرة ومسعى باش نخلطه فيها جميع المقادر اللي عندنا لحقاش كي يحتاج بزاف الماء يعني كنديرو فيه الماء بزاف باش هكا بل حقاش عندنا دقيق الحمص كي يجمعه واللي كي يجمعه اكثرية مع البيض كي يجي هائل في الماء داك خصوصا في ايام الشيتاء هينضربوا هاد البيضات مزيان الزيت وزيت زيت الزيت الزيت في هاد الحجب هذه الوصفة جيدة ومعروفة خصوصا ان كاش لي كي يجيز جيه الشرقية في وجدا ولا نواحي وما يأكل شكالا لحقاش كي يتبع مزافة الماء وكي يكون في المحلات وحتى على براه في كل بلاسة يعني كيتلقاوه نخلطه جميع المقادر عادي نزيد الماء يعني معنش ندي النقصة في هاد المقدار عادي نزيد الماء خور هنا يفي اندي هالقرعة فيها هالقرعة فيها يوترو من تاع الماء الماء دافي مادرتوش بارد باش داك دقيقة تاع الحمص ما ييسكورناش يعني من الاحسن يكون دافي عادي نزيد تقريبا يوترو خور بصحة شوية عادي ننقص منه عادي نوردكم شحان هاي القرعة تاع يوترو هاي اكتر بن نص زد يعني تقريبا جوجيوترو قل واحدة الرابع عادي نزيد تلك الماء ومن الاحسن كما اقول لكم الافضل يكون دافي ما يكونش بارد وفي الاخير عادي نزيد دقيقة الحمص وعادي نخلط مزيان بالخلط الكهربائي باش ينساجمونا جميعا ومن الاحسن يكون خلط كهربائي ولي ما عندوش يعني يصفيها فشي صفايا ولا باش ما يديرناش دوك الكويرات ها كادك الدقيق يعني باش يجي كل شي يعني ما يجيش ما يديرناش دوك الكويرات الداخل مني طيب يعني 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 يحركوها كم زيان باكشف كل شي ينساجم كما را كنت شوفو وفي الاخير عادي نزيد واحد الخمارة حمرة كما قولها خمارة تعلقاتو 15 القرام في الاخير عادي نزيدها كما قولكم عندي فيها 15 القرام يعني يعني نزيدها هكا في الاخير وامبعد عادي ناخد واحد الصلاة ديك واحد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا او لا تعالي ندخل الفران يكون ضروكها فى الاخير اران اقدرت الفران يكون سخون على درجة درجة الحرارة عالية 200 درجة وعدي نخلط عاود باش نتنساج من ديك الخمارة بتاع القاتو بحلويات وفي هاد القتنى عادي نجيب الصنة ولا المول ولا شي حاجة ليدخل الفرد بتاع القاتو ولا هاد الشكل وعادي نديرو فالفران ندخل الفرن كما اكتلكم عندي الفران سخون وعادي ندخله يطيب وعادي نطلقا ومبعد باش تشوفوا الشكل النهائي كي يجي هائل في الماداق يعني يستخد تجربة منكم وكي يجي خفيف وزوين الماداق ديالو يجي هائل انا متعودة نديرها بها الطريقة الى اتابعتوها عادي يجي كومة وغيتو وانطلقا ومبعد ما يطيب هاول كارن ديالنا مبعد ما اطيب هدا هو الشكل النهائي هاوك يجي يجي هائل في الماداق كومة على المحلات هدا هو الشكل ديالو وهم هادي هي الوصفة على اليوم وانتمنتنا الاعجاب ديالكم ولعجبتكم الوصفة على اليوم وانسنا اليجيم وليكم وانتغ ديالكم اللي كي يشجعونا ويعطونا باش نعطوه دايما الاحسن ولي ما مشاور نرافقه هاكا كما كتشوفه مع الملح ولي الكمور وانطلقه وصفة اخرى ان شاء الله وإلى اللقاء مع السلامة اشتركوا في القناة